تقبل وليل عهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في الرياض وبحث الطرفان عدداً من الموضيع المهمة من بينها صيغة السلام بشأن الحرب الروسية الأوكرانية حيث ثمن زيلنسكي دعم النشط والمستمر من المملكة بشأن الحل السياسي وتفعيل صيغة السلام كما بحث طرفان مجالات التعاون الاقتصادي والاستثمار ومشاركة المملكة في إعادة أعمار أوكرانيا مع تأكيدات الرياض أنها ستواصل جهود الإغاثة والدعم الإنساني المقدمة للشعب الأوكراني للمزيد ينضم إلينا من الرياض مراسل الشرق أحمد الغامدي مرحبا أحمد لو تطلعنا على أهم ملامح هذه الزيارة وإلى ما تؤسس أهلا زيني ومساء الخير هذه الزيارة تأتي في توقيت هام تشهده الأزمة الأوكرانية حيث يزور الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي الرياض للمرة الثانية منذ اندلاع هذه الحرب حيث يأمل أن تساهم هذه الزيارة في حلحلة هذه الحرب وخاصة في عدد من الملفات الهامة التي يأتي إلى الرياض لمناقشتها مع ولي العهد السعودي على رأسها مسألة صيغة السلام حيث يأمل الرئيس الأوكراني أن تساهم الرياض في لعب دور هام من خلال حراكها الدبلوماسي الكبير لإيجاد خارطة طريق وملامح لصيغة السلام تتمكن من خلالها وتمهد الطريق لإقامة القمة السلام الأولى التي أشار إليها الرئيس فلودومير زيلنسكي فور وصوله إلى الرياض إضافة إلى ذلك زينة هناك الملف المتعلق بإطلاق صراحة المزيد من الأسرى الأوكرانيين لدى موسكو وأيضا عودة المبعدين إلى المناطق والأراضي التي تقع تحت سيطرة موسكو في أوكرانيا لذلك يأمل الرئيس الأوكراني من خلال هذه الزيارة في أن تقوم الرياض بالمساهمة بشكل مباشر في حلحلة هذه النقاط علاوة على ذلك هناك الجانب الاقتصادي والتعاون الاستثماري فيما بين البلدين وأيضا دور الرياض في لعب دورها في إعادة إعمار أوكرانيا بعد انتهاء هذه الحرب ووقف لإطلاق النار من جانب آخر السعودية وبحسب البيان الذي ورد حاليا على وكالة الأنباء أكد ولي العهد حرص المملكة على دعمها لكافة المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية الروسية والوصول إلى السلام دائم ومواصلة الجهود للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عن هذه الحرب لذلك تجدد الرياض موقفها الدائم والداعم للعب دور الوسيط الموثوق لما تملكه من علاقات قوية تربطها سواء ما بين موسكو أو كييف تريد أن تترجمها إلى نزع فتيل هذه الحرب نعم طبعا الخط العام للسياسة السعودية تجاه الملاف الأوكراني الروسي كما ذكرت أحمد هو رعاية مفاوضات بين الجانبين من أجل توصل إلى صيغة سلام ما التحركات المقبلة في هذا المجال أو ماذا نتوقع زينة لو نعود قليلا إلى الوراء استضافت جدة في غرب المملكة العربية السعودية العام الماضي اجتماع لكبار مسؤولي الأمن القومي يمثلون أربعين دولة أيضا لعبة الرياض دورهام في دعوة الصين وحضورها للمشاركة في إبداء الرؤى حول خارط الطريق وملامح لنزع فتيل هذه الأزمة وما هو يمهد الطريق أمام القمة التي تحدث عنها الرئيس الأوكراني فور وصوله إلى الرياض والتي أشار إلى أن موعدها سوف يكون قريبا لذلك هذه الجهود الدبلوماسية بالإضافة إلى الشركاء الدوليين تسعى الرياض وأوكرانيا إلى إيجاد صيغة تمهد الطريق لنزع فتيل هذه الأزمة لذلك من المتوقع أن يشهد الملف حراكا دوليا كبيرا خلال الفترة المقبلة نعم وبحسب العواج الواردة ولي العادة السعودي يقول للرئيس الأوكراني ندعم مكافة مساعي حل الأزمة والوصول إلى السلام شكرا لك أحمد الغامدي طبعا ستوافينا بكل ما يستجد من تفاصيل مراسل الشرق في الرياض بعد شهر واحد من اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا كان للسعودية حضر دولي يوم بارس في البحث عن تهديئة بين الطرفين والوصول إلى تسوية سلمية تمثل هذا الدور في الاتصال الهاتفي الذي أجره ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأعرب عن استعداد بلاده لبذل جهود الوساطة للوصول لحل سياسي في سبتمبر من عام 2022 اتجت أنظار العالم إلى السعودية حينما نجحت واسطة ولي العهد السعودي بشأن تبادل الأسرة بين روسيا وأوكرانيا حينها أجر الأمير محمد بن سلمان اتصالين هاتفيين مع رئيسي روسيا وأوكرانيا وجدد استعداد المملكة لبذل كافة المساعة الدبلوماسية للوصول إلى حل سياسي بعدها بشهرين تقريبا جدد وزير الخارجية السعودي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي استعداد المملكة لقيادة جهود الوساطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا فيما أعرب وزير الخارجية الروسي عن امتنانه للدور السعودي الفعال لتهديئة الأزمة أما في فبراير من عام 2023 فقد خطت طائرة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في العاصمة الأوكرانية في أول زيارة لمسؤول عربي بعد اندلاع الحرب وأعلن بن فرحان من هناك عن حزمتي مساعدات إنسانية تفوق 400 مليون دولار لتخفيف الأزمة في مارس من ذات العام حطت طائرة وزير الخارجية السعودي في العاصمة الروسية حينها عقد مع نظيره الروسي مؤتمرا أكد فيه استمرار المملكة في البحث عن فرص لإطلاق حوار بين موسكو وكييف خلال شهر يوليو نقلت صحيفة World Street Journal تأكيدات بأن السعودية تسعى لاستضافة محادثات سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا وسيضم هذا الاجتماع 30 مسؤولا في إطار جهود دولية للوصول إلى تسوية دائمة في أغسطس الماضي اختتم المستشار الأمن القومي وممثلوا خارجية أكثر من 40 دولة اجتماعات في مدينة جدة بشأن أوكرانيا فيما قالت كييف أن عدد المشاركين في اجتماعات جدة يمثل ثلاثة أضاف ما جرى تمثيله في مشاورات كوبنهاجن في فبراير الجاري وضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني أرسلت الرياض الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة التي يسيرها مركز الملك سلبان للإغاثة تمهيدا لدخولها عبر الحدود البولندية إلى أوكرانيا إذ شملت الحمول مولدات وأجهزة كهربائية بزنة تبلغ 80 طنا